أنا أعتقد أنه في سن معين أو في وزن معين قبل السن في وزن معين للإنسان زي اللي يعطينا علامة والألارمينج أنه والله في شيء قاعد يصير لهذا الطفل أنا كنت أتكلم مع الدكتورة والأخت شروق أنه في طفل سويته عمر 12 سنة جاب والده عندي العيادة وأنا شفته قلت له سألت الطفل قلت له بابا تبغى نسويك عملية قال لي لا قلت إذا ما يحتاج سوي العملية رح وده خصائي تغذية طبيب أطفال اللي ما تغير هيكل هذا الإنسان أو تغير مفهوم من موضوع اللي هو عملية إلى نزول في الوزن طبيعي جاني بعد ستة أشهر قال لي الولد زاد في وزنه زاد في وزنه ما إحنا قادرين نسيطر عليه ودينا سوينا رجيم سوينا رياضة والتعالجة قبل كل شيء زيما ذكرت أخت شروق بالقدوة أنت يا أبو لابد أنك أنت تبدأ تتحرك تأخذه معاك لنادي تأخذه تسوي رياضة أي نوع من أنواع اللي أنت بتساعد طفلك أنه ينزل في الوزن غير البرامج غداية غالبا الطفل ما تقدر تقيده في برنامج غداية تقول له لا واحد اثنين ثلاثة أربع لازم تمشي عليها لكن ما هي تلك اللي يطبخ في البيت عدم أنك أنت تترك شغلات المكافآت فقط في الأكل أبحث عن أشياء ثانية المهم وصل بعد ستة أشهر الولد زايد في الوزن فسألت الولد قلت له تبت تسوي عملية؟ قال إيه؟ اقتنى اقتنى ليش؟ يقول أصحابي في المدرسة ينادون يدب هنا تحول من مرحلة اللي هو زيادة في الوزن لمرحلة اجتماعية بدأ أصحابي يتنمرون عليه